يا ولاة الأمر، أي وطن نريد؟ افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله مخجل أن لا يعترف أحد بالفشل والعيب أن يخرج علينا البعض يتشدقون عن كويت مختلفة عن غيرها فيما نحن يأكلنا الفساد وتزداد الرشوة تساعاً والواسطة تنخر عظام المجتمع والقبلية والطائفية والمناطقية هي العنوان الأبرز للتعريف عن الذات وكأن الفرد لا يؤمن بأن له كياناً وأنه مواطن كامل الحقوق وعليه أيضاً واجبات كما كل المواطنين في دول العالم لذا نسأل هل الوضع الذي تعيشه الكويت يبشر بخير فيما لا يخلو حديث أي اثنين عن التراجع والتخلف في وقت تتحدث فيه شعوب المنطقة وخصوصاً الخليجية المتشابهة معنا في كل شيء عن الازدهار والتقدم والتطور بينما في الكويت يكاد الأمل يضم حل بعدما أصبحت البلاد مثالاً على بؤس الإدارة وعدم الكفاية العلمية فيها لأن التدخلات على مبدأ هذا ولدنا قد ضربت أسس المؤسسة كافة لتأكيد ذلك صدر أمس تقرير مؤشر مدركات الفساد وبعد كل الأحداث التي شهدتها البلاد ومحاكمات لعدد من المتورطين بنهب المال العام ورغم وجود أكثر من 16 جهة رقبية معنية بالحفاظ على نزاهة الوظيفة والمال العام ومكافحة الرشوة والوسطى إلا أن كل ذلك لم ينفع فالكويت تراجع تصنيفها إلى 116 من أصل 180 دولة فكيف إذا لم تكن هناك جهات تراقب ومجلس أمه مفترض أنه يحاسب ما تعيشه البلاد هي متاهة لا أحد يعرف كيفية الخروج منها فحين يصبح الموظف الشريف عملة نادرة فيما كل من حوله يغرقون بالواسطة والمحسوبيات يصبح السؤال إلى أين نحن ذاهبون وهو ما كان يطرحه المخفور له الشيخ سعد العبدالله رحمه الله إذا عندما تشدد الأزمات نتيجة عبث سياسي ما فيضع رأسه بين كفيه ويسأل لقد استهلكنا الكثير من الشعارات واتضح في النهاية أنها مجرد تمنيات لا أكثر لأننا افتقدنا الرؤية حول أي وطن نريد وهل النزاهة مجرد عنوان أم هي سلوك وظيفي وإداري وقرار ما نعيشه يذكرني بقصة للأديب اللبناني سعيد تقي الدين عام 1949 إذ حين اختير شقيقه بهيج وزيرا للزراعة اللبنانية وكان سعيد مهاجرا يومها كتبا رسالة مختصرة لشقيقه نصها الآتي تحياتي يا أخي بهيج لقد علمت أنك أصبحت وزيرا في حكومة لبنان الذي نحب ولقد عادت بالذكرى إلى أيام طفولتنا الأولى عندما كنا مساء بعد العشاء نتسابق لننام في فراش والدنا وكان يشم رائحة أيدينا إذا كانت نظيفة بعد الأكل ومغصولة يقبل أن ننام إلى جانبه والدنا اليوم مدفون ويرقد تحت السنديانة في قبره وبعد عمر سنكون نحن أيضا هناك وقد يشم رائحة أيدينا إذا كانت نظيفة فحافظ على نظافتها ومبروك لك الوزارة أخوك سعيد تقي الدين نحن أيضا ربما بات علينا وبعد كل هذه الفوضى والفساد التراجع وقتل التموح المتعمد وانعدام الرؤية أن نشم أكفنا قبل النوم لنتأكد هل هي نظيفة من الرشوة والمال العام بعدما عم الفساد إذ حينها يمكن للمرأة أن يطمئن إلى أنه يسير في الطريق الصحيح والطريق الصحيح يريد من يرسمه وهذا يحتاج إلى رجال قرار يعملون بعيدا عن أي اعتبارات خاصة كي يوقف الفساد والتراجع الزاحف على كل شيء في البلاد إلى حد الذي أفقدها المناعة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر